اشتركوا في القناة الانسان بطبعه ما بيحبش الالتزام لفترة طويلة بحاجة معينة بيجيله نوع من انواع الملل ما بيحبش الروتين ما بيحبش المنع يعني الانسان بيحب يعيش حر ما بيحبش حد يقيده بحاجة او يمنعه فكلمة الضيت او كلمة الرجيم مرتبطة في خيالنا او في تفكيرنا او بالتجارب اللي احنا مرينا بيها في السنين اللي فاتت بالمنع والحرمان اروح فرح اروح زومة مع زومة عند ناس اصحابي قعد اكل في البيت طول ما فيش كلمة على لساني غير انا عام رجيم انا عامل ضيت فدايما بيحس ان انا منبوز ان انا ماشي في اتجاه والناس كلها ماشي في اتجاه هي دي من اخطر الكلمات اللي بتخلينا نتراجع او بتخلينا ما نكملش الرحلة بتاعتنا او بتخلينا مش بنحافظ على النجاح اللي احنا حقنا طيب ايه البديل نعالج النقطة دي ازاي بالتحديد الاول كلمة ضيت او كلمة رجيم لازم استبعدها تماما من حياتي لازم ادورلي على مصطلح جديد كلمة حلوة كده اعيش بيها واتعايش معها واكمل فيها عمري كله باذن الله الكلمة دي اتفقوا عليها اخصائيين التغذية اللي هو ايه اللايف ستايل او نامط الحياة الجديد يعني انا بشق طريق جديد بزينه بابنيه براحتي زي ما يكون واحد بيبني بيت كده على مزاجه علشان لما يقعد فيه يكون مبسوط فانا ببني النفس طريق جديد امشي فيه طول حياتي الطريق ده بقى لازم يكون حلو طعمه حلو شكله حلو اتبسط بالاكل اللي انا باكله ابدأ افنن في اكل الرجيم بتاعي ما يكونش فيه نوع من الحرمان ما يكونش فيه نوع من الالتزام باكله معين الاكل كله ما يكونش مسلوق زي ما يبيجي في دماغنا كميات قليلة جدا لو انتم تابعين معاي على صفحة انس في كرشك هتفهموا النظرية اللي احنا ماشيين عليها ان هو مفيش منع مفيش حرمان مفيش جداول ثبتة ودي من اخطر الحاجات اللي بتخلي الناس تفشل في الرجيم الجداول السابتة اللي هو هفتر كزا اتغدى كزا اتعشى كزا بتحقق بيها نجاح لفترة صغيرة لكن نجاح لا يدوم اطلاقا يبقى لازم تغير حياتك كلها رأسنا على العقب تبدأ تفنن في الاكل بتاعك اللي مش عارف يدخل معانا على الصفحة وهيشوف الناس الابطال اللي معانا على الصفحة بيفننوا بيبتكروا اكلات جديدة جدا احلى حتى من الاكل التقليد اللي احنا بنحبه مع الوقت مع الالتزام في الحياة دي مع الالتزام في الاكل ده مع التفنين في الاكل ده هيطلع اكل شكله حلو اكل لذيذ كميات اكل مشبعة مفيش روتين مفيش ملل كل يوم بنكل حاجة مختلفة او صنفي جديد هتبدأ حتى الناس اللي معاك في البيت هيحبوا نوعية الاكل ده انت بعد فترة هتعشق الاكل ده واتحبه خلاص حتى لو لغبطت في يوم الايام او في اليوم المفتوح بتاعك او رحت عزو بعد كده بقى بدربك في بطنك ومشاكل في الجهاز الهضمي لان خلاص جسمك اتعود على الاكل النظيف على الاكل الصحي اول لما نبتدي للغبط بنحس ان احنا جسمنا مبقاش مزبوط تاني يبقى الحالة علشان نتجنب كلمة الرجيم والتأيدات بتاعتها اللي هي بتعيشنا في اطار سابط طول الوقت نبعد عنها تماما نشوف حياة جديدة فيها اكل طعم حلو اكل شكل حلو اكل متجدد كل يوم مفيش كميات سابتة مفيش حرمان نبدأ نعمل رياضة نحبب نفسنا في الحاجات دي ومع الوقت انت هتحبها هتكون جزء من روتين حياتك والناس كلها اللي حواليك او البيتك او اهلك عشان الناس يشتكت ان انا الواحد في البيت هيبتدوا يعيشوا معاك في الحتة دي يعني كلهم هيقلدوك لما يشوفوا بقى النتائج دي ظهرت عليك جسمك بقى شكله حلو بتروح الجم بتلعب رياضة المزاج متحسن الناس اللي حواليك حتى اصحابك هيبتدوا يحسدوك عن نتائج اللي انت وصلت له هتمنى ان شاء الله الفيديو بتاع النهاردة يكون فاد ناس معينة وكل فيديو ان شاء الله هنرد على نقطة معينة او سؤال جديد من الاسباب اللي بتخلينا نفشل في الرجيم او نتراجع عنه ياريت ننشر الفيديو علشان ناس كتير تستفيد به الناس اللي مش متابعان على صفحة فيسبوك دخولوا عندنا صفحة اسمها انسي في كرشك بنفس الاسم وعن انستجرام بنفس الاسم هتشوفوا بقى صور الوجبات وصور الاكل الاعضاء عندنا هم بيعملوهم من غير ما انا قلزمهم بحاجة معينة بس بحطرهم من اطار العام وهم كل واحدة فيهم او كل واحد بيفنن ويطلع اكلات شكلها احلى من الاكل المعتاد اللي احنا متعودين عليه لنا سنين ماشيين عليه والسلام عليكم